اتسارات المغرب المسلم الرسمي الفريق الوتني اعتقد لانها ضورة سبسة لانها صعبة احتل بالنسبة لأكبر قارئي الفناجين والكهانين لانها شنك كيفاش منتخب مغربي رهاق البرتغال رهاق اسبانيا كيفاش ايران رهاقات منتخب البرتغال شنك كيفاش روسيا خرجات كيفاش كالواسيا خرجات فمجموعة من المواجهات وقدموا تسيادة المجموعات اكيد تسيادة المجموعات ثم انها كانت اندية لما كانت ضدرة در تسع ديان نقاط في حين ان اندية اخرى لوجه شنك المانيا كي خرجات شنك الارجنتين كيفاش اهلات صعوبة اعتقد ان المباراة صعبة ولكن اكيد على ان مباراة ديال اسبانيا ومباراة كرواسيا بالنسبة لي ستكون قمة في المشاهدة لماذا لانا غنشوفوا اسبانيا مع روسيا اسبانيا مع روسيا غنشوفوا لاعبين ديال الوسط مخضرمين لاعبين جيدين فكل المباراة ستكون حارقة وغير قابلة للقسمة على اثنين لان واحد اللي ستأهل بالطبع انا ركع كاتكبين يمكن اللغة ديال الخطر نتكلم عليه شوية ونركز عليه هو المباراة ديال غداء ان شاء الله ديال المباراة الجوج ديال فرنسا والارجنتين ثم يعني المباراة ديال بورتغال ضد الوروغواي اليوم نخطر نقول لك على انه انتهت دور المجموعة ودور المجموعة كتير ما كيعطينا من المفاجآات وكيكون حسابات انوفل كتكون حسابات للمنتخبات كتكون لعب وكتسنى يعني المباراة التانية وكتسنى المباراة التالية هذا الشق التاني من البطولة ديال العالم كتغير الأمور نقدر نشوفه يعني كيف كنقول من البداية ديال غداء ان شاء الله نشوفه مستويات اللي تقدر تزاد كيف كنقوله حنا في الريتم دياله المنتخب الفرنسي اللي غيواجه المنتخب ديال الارجنتين الكل الآن فرنسا يتكلم على الارجنتين يعني ناسين بنا ما كيتكلموش على راسم كتير كيتكلموا على الارجنتين وهذا خطأ في حد ذاته لنا الصحفي ونال المحللين ديال ديال فرنسا واللاعبين القدامة كيتكلموش يقول لك اعطينا اهمية كتير للمنتخب الارجنتين وكأننا نحن يعني فما ننسوش بأن المنتخب الفرنسي تعدب في المباريات دياله ورغم أنه تصدر المجموعة وانتصر جوجه للإصابات وانتصارات عنده وتعادل فهو تعدب وما كانش دائما عنده كيف كنقوله حنا الكالكريتيك بالنسبة لديالشان يعني في طيلة تزاد المباريات ما خلوش يرتاح نفس الشيء بالنسبة للارجنتين المنتخب الارجنتيني تولي ما قنعش رجوع الارجنتين وفرنسا بالتفصيل والتحليل أيضا عبر تقرير خاص